ولد غاريت مورغان في كينتاكي في الرابع من مارس في سنة 1863 تعلم أسرار آلة الخياطة في سن مبكرة كان احتراق القماش مشكلة شائعة بسبب السرعة العالية لإبرة الخياطة أول اختراع له حين حاول أن يجد حل لهذه المشكلة راح يعمل على تطوير سائل يحسن أداء ماكينة الخياطة حين نادته زوجته لتناول العشاء أستعان بقطعة قماش من الفرو ليزيل السائل من يديه وحين رجع للورشة اكتشف أن ألياف القماش صارت منتصبة وفكر بنا ذلك له علاقة بالسائل الذي يعمل عليه وضع بعضا منه على شعر كلب الجيران فأصبح شعر الكلب مقوما وجربه على نفسه فوضعه على رأسه ونجح الأمر ذلك كان أول اختراع له بعد ذلك بسنوات كشف مرغان عن اختراع آخر أطلق عليه أسم غطاء السلامة يتيح لمن يرتديه التنفس في بيئة مليئة بالأدخنة والغازات وكان مرغان يمهد لما عرف لاحقا بقناع الغاز وحقق مرغان نبيعات سريعة وأفاز اختراعه بالجائزة الأول ولكن مرغان تعرض لنكسة كبيرة حين ألغيات الكثير من الطلبات حين اكتشفوا بأنه رجل أسود عند اندلاع الحرب العالمية الأولى استخدم غطاء مرغان للإنقاذ من قبل الجيش الأمريكي فأنقذ حياة الآلاف من الجنود شهد مرغان حادث استدام عربة يجرها حصان بعربة نقل وفقد سائق العربه الوعي وتضرر الحصان ومنذ تلك الحادثة عمل مرغان على تطوير وسيلة لتوجيه حركة المرور بشكل تلقائي وهو الاختراع الذي باعه مرغان لشركة جنرال ألكتيرك بأربعين مليون دولار توفي مرغان في كليفلاند في 1963 قبل الاحتفال بالذكرى المئوية لإعلان تحرر السود من نظام الرق